على سياق وقعة أطرق اليوب اللي حصلت مبارح ومبارح احنا قلنا البيان اللي كان صدر من مكتب النائب العام وقلنا ايضا البيان اللي صدر من وزارة النقل واظن كنت برضو بقول لحضراتكو الرجاء 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 عدم تداول اي معلومات او اخبار خرجة برا هذا السياق يعني خد بالك احنا بنتكلم على امر في ايد النيابة العامة المصرية اي كلام براه سلبا او ايجابا يسبب الضرر استخدامات الفيسبوك وسوشال ميديا عمال على بطال وبالذات في امور مهمة زي دي يسبب زي ما كنت بقول ضرر نفسي للافراد وللأسر وللعائلات وهلوم مجر النهاردة اصدر المستشار حماد الصاوي النائب العام قرار بحبس سائق قطار اليوب نص البيان نصا كالآتي حيث اخترت النيابة العامة مساء امس الثلاثاء بوقوع حادث استضام قطار ركاب بمحطة اليوب المحطة والذي كان قادما من محطة شبرى الى محطة منوف مما اسفر عن وفاة اربعة واصابة ثلاثة وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعرب الاولى من القطار فامر النائب العام بتشكيل فريق موسع للتحقيق في الواقعة والذي انتقل على الفور الى موقع الحادث لمعاينته فوقف على تصور لوقوع الحادث هو استضام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القطبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار اذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار اخر متوقف بالقطبان المجاورة له ليحول مساره اليه ويستكمل مسيرة ولكنه تجاوز الاشارات الضوئية على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاستضام بالحاجز وكان مغلقين ومضيئين باللون الاحمر مما يعني ضرورة التوقف ولكن القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واستضم بالحاجز فتوفي اربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعرب الاولى من القطار وثلاثة وعشرون اخرون داخل العربة كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الالي في مسير القطار اي تي سي لفحصها وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين الاربعة وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار شبرة اذ ويئ لبعضهم تسابقهما وسألت النيابة العامة مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السك الحديد فقرر انه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطار بمحطة قليوب لحظ ان سائق القطار تغافل عن الاشارات الضوئية للسيمافورين المشار اليهما والخاص صين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث وفصله جهاز المكابح والتحكم الالي اي تي سي في القطار وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به مما حال دون تمكنه من ايقاف القطار وادى لاستضامه بالحاجز الخرساني وانه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار لحين مغادرة القطار الذي كان متوقفا بالقطبان الموازية ليحول مساره اليه ويسلك مسارا طبيعيا الى مدينة منوف واحال مسئولية وقوع الحادث الى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه كما سألت النيابة العامة محصل تذاكر القطار فقرر انه لاحظ قبل الدخول الى محطة محل الحادث زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه مما ادى لتجاوز سائق القطار سمافور المحطة واستضامه بالحاجز الخرساني وايد مسئول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية فيما كان يتعين على السائق فعله وانه المتسبب في الحادث بخطأه وسألت النيابة العامة كذلك كلا من مراقب برج محطة قطار قليوب وملاحظ التحويلة والقائم باعمال ناظر المحطة وفني حركة البرج ومراقب فني اخر والذين اجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانونا اثناء اقباله على المحطة محل الحادث مما اسفر عن وقوعه واوضح فيه واوضح فني حركة البرج ان القطار اعتاد من قبل التوقف بالمحطة لحين مغادرت قطار اخر لتحويل مساره من بعد ذلك لاستكمال رحلته ولكن السائق تلك المرة قد تجاوز السمافور رغم اضاءته باللون الاحمر مما يوجب توقفه فوقع الحادث بناء على ذلك هذا وقد استجوبت نيابة العامة مساعد القطار فقرر ان جهاز اي تي سي قد فصله السائق لعطل فيه لحين وصوله لمحطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الاولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم وطلب الدعم لاصلاحه مؤكدا ان سائق القطار كان يسير بسرعة ازيد من المقررة قانونا والتي قاربت ثمانين كيلو مترا في الساعة مما ادى لتجاوز القطار السمافور المشار اليه والاستضام بالحاجز الخرساني كما اكد انه قد نبه السائق اكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانونا ولكنه لم ينتثل لتنبيهه واستجوبت النيابة العامة سائق القطار فقرر انه اثناء توقفه بمحطة شبرى الخيمة فصل جهاز اي تي سي بالقطار لعطل اصابه كما كي يتمكن من السير به حتى يستدعي احد لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث واحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة الى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لايقافه دون جدوى فاصطدم لذلك بالحاجز الخرساني مقرا بامكانية تفادي وقوع الحادث اذا ما كان يسير بسرعة اقل مما كان عليها وعلى ذلك امرت النيابة العامة بحبس سائق القطار اربعة ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة وقد انتدبت النيابة العامة لجنة من المختصين قانونا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية اجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به وكذلك معاينة محل الواقع بيانا لأسباب وكيفية وصول القطار الى الحاجز الخرساني واستضامه به ومن ثم وقوع الحادث وتحديد المسؤول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وبيان اوجه المخالفات المنسوبة اليهم وسندها ان وجدت هنا بينتهي بيان النيابة العام